اشتركوا في القناة ذكر أن آدم عليه السلام مرض أحد عشر يوما وأوصى إلى ابنه شيف عليه السلام وأمره أن يخفي علمه عن قابيل وعن ولده لأنه قتل هابيل حسدا منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيف وولده ما عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى لآدم حين خلقه ائت أولئك النفر من الملائكة قل السلام عليكم فأتاهم فسلم عليهم وقال له عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ثم قبض له يديه فقال له خذ واختر فقال أحببت يمين ربي وكلتا يديه يمين ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذريته كلهم وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجله وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة وإذا قوم عليهم النور فقال يا رب من هؤلاء الذين عليهم النور فقال هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عبادي وإذا فيهم رجل هو من أضوائهم نورا ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة فقال آدم يا ربي هذا من أضوائهم ولم تكتب له إلا أربعين سنة بعد أن أعلمه أنه داود عليه السلام فقال ذلك ما كتبت له فقال يا ربي أنقص له من عمري ستين سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أهبط إلى الأرض كان يعد أيامه فلما أتاه ملك الموت لقبضه قال له آدم عليه السلام عجلت يا ملك الموت قد بقي من عمري ستون سنة فقال له ملك الموت ما بقي شيء سألت ربك أن يكتبه لابنك داود فقال ما فعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد فجحدت ذريته فحينئذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم ثلاث مرار وإن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منهما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرضهم على آدم فرأى منهم رجلا يزهر قال أي ربي أي بني هذا قال ابنك داود قال كم عمره قال ستون سنة قال زده من العمر قال الله تعالى لا إلا أن تزيده أنت وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له أربعين سنة فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال آدم قد بقي من عمري أربعون سنة قال إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت ولا وهبت له شيئا فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهودا فأكمل لآدم ألف سنة وأكمل لداود مئة سنة وفي رواية لأحمد وابن سعد في الطبقات فيها ضعف كما قال ابن كثير فأتمها الله لداود مئة وأتمها لآدم ألف سنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يوم إذ أي من ذلك الوقت أمر بالكتاب والشهود أي شرع الله عز وجل توثيق المعاملات بين الناس إما بكتاب يكتب أو إشهاد الشهود حتى لا تضيع الحقوق بين الناس بالنسيان والجحود ولما جاء أجل سيدنا آدم عليه السلام قال له ملك الموت وإن شئت خلودا خلدناك وإن شئت موتا قبضناك قال سيدنا آدم جوار ربي أنعم وجوار ربي أكرم وجوار ربي خير وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام حين حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفانه من الجنة فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال خلي عني وعن رسل ربي فما لقيت ما لقيت إلا منك ولا أصابني ما أصابني إلا فيك فلما قبض غسلوه بالسدر والماء وترعه وكفنوه في وتر من الثياب ثم لحدوا له ودفنوه ثم قالوا هذه سنة ولد آدم من بعده وكانت وفاته يوم الجمعة كما تقدم وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكر إلى وقت الطوفان واستخرجهما نوح عليه السلام وجعلهما في تابوت ثم حملهما معه في السفينة فلما غاضت الأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذي كان فيه قبل الطوفان قال وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت ونسجت وعجنت وخبزت وعملت أعمال النساء كلها فالله عز وجل أعلم بما يكون من ذلك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مشاهدين من أهل الجنة وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته